سونيا إسرائيلي رجلية للغاية الصمتة وقبل قليل أوعز مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين تنياهو لوزراء حكومته بالتزام الصمت وعدم التعليق على اغتيال هنية لكن كان هناك اهتمام واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية نقل واقتباس من بيان الناعي لحركة حماس الذي ينعى فيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غارة صيونية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران أيضا يربطون بشكل مباشر هذا الاغتيال الذي إسرائيل الرسمية لا زالت صمت عنه لكنهم يربطون بأنه يأتي بعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي على الضحية الجنوبية في بيروت وتنفيذ عملية اغتيال فؤاد شكر الذي وصفته إسرائيل بأنه رئيس أركان حزب الله اللبناني ورأينا أيضا التفاعل مع هذا الاغتيال وتحمل إسرائيل المسئولية العلانية والرسمية عن هذا الاغتيال الذي كان في ساعات أمس واستمرت تفاعلاته حتى ساعات الصباح الأولى بالتالي نفس الإجراء الذي اتخذ خلال الاغتيال في بيروت وجهت تعليمات للوزراء بعدم التعليق كان هناك بعض الوزراء الثرفرين الذين غردوا لكن بعدها صدرت تعليمات للوزراء بعدم التعليق الآن نفس الإجراءات وتعليق للصحفيين السياسيين في إسرائيل أن إسرائيل تلتزم الصمت الكامل العلوين في وسائل الإعلام الإسرائيلية صونيا بأنه اغتيال دراماتيكي ويأتي بعد ساعات من اغتيال فؤاد شكر طبعا هذا الاغتيال هو يخلط الأوراق هناك من ينشر صور إسماعيل هنية وهو يسجد سجدة الشكر صباحا يوم السابع من أكتوبر ويقول إن كل من يؤذي إسرائيل فإن مصيره معروف هذه الروح التي تسيطر على الشبكات الإسرائيلية حالة من الاحتفاء بين المغردين الإسرائيليين بهذا الاغتيال على الرغم من أن إسرائيل الرسمية لازالت لا تعلن وتتحمل مسؤولية هذا الاغتيال بشكل علني أيضا ينقلون عن بيان الحرس الثوري من أنه على الرغم من الموردة في بيان حركة حماس من أن إسماعيل هنية استشهد في غارة صهيونية إلا أن الحرس الثوري الإيراني يجري تحقيقات وسوف ينشر تباعا هذه التفاصيل كما ذكرنا صونيا يأتي هذا الاغتيال في عقاب الاغتيال الذي نفذته إسرائيل في بيروت والذي هو أيضا صعد الأوضاع إسرائيل كانت أصلا في حالة تترقب وتأهب خشية من رد مرتقب على هجومها على ضحية بيروت الجنوبية يوم أمس عززت الدفاعات الجوية أبلغت الإسرائيليين من خلال رؤساء البلديات بالإبقاء على حالة من اليقظة وانتظار تحديث للتعليمات وفقا لتطورات الميدان يوم أمس تزامنا مع الضربة الإسرائيلية والهجوم الإسرائيلي على ضحية بيروت الجنوبية وجهت تعليمات لسكان الجولان السوري المحتل تحديدا في المستعمرات وفي مناطق مختلفة بالجليل بلديات أوعزت لمواطنيها بالبقاء قرب الملاجئ والمناطق المحمية لأن إسرائيل تتوقع ردودا الآن نتحدث عن اغتيال كبير والاغتيالات التي تنفذ في الخارج تحمل بصمات المساد الإسرائيلي جهاز المساد الإسرائيلي هناك من ذهب إلى أبعد من التطرق إلى حادثة الاغتيال من القشرة هناك في صحيفة معاريف نقلت المراسلة السياسية لصحيفة معاريف بأنه قد يكون موت هنية كما عبرت قد يكون تأثير إيجابي له على الصفقة إلى هذا الحد وصلت إسرائيل بالنظر من أنه تصفية واغتيال كبار قيادات حركة حماس من أنه قد يكون له تأثير إيجابي على صفقة التبادل مع العلم بأنه من أوصلها إلى طريق مزدودة هو بديمينة النياو هو الذي يتهم في إسرائيل من أنه عطل حتى الآن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وبالتالي أن يكون هناك صفقة لتبادل الأسرى بتالي هذا الإختيال الجديد بعد ساعات من ضربة إسرائيلية على بيروت خلط الأوراق إسرائيل الرسمية لازالت صامتة قبلها رأينا من أحد الوزراء عامهاي اليهو وهو وزير التراث الإسرائيلي غرد من أن موت إسماعيل هنية يجعل العالم أفضل قليلا تغريدة يعني لوزراء من هذا المستوى في حكومة نتنياهو ومن بعدها صدرت هذه التعليمات للوزراء بعدم التعليق وتطرق إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية